السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسبوع رياضي جديد يتجدد معكم عبر قناة سامراء الفضائية حقيقة أحبت المشاهدين أعودناكم دائما عن أن يكون هذا البرنامج هو لأبرز الأحداث المحلية والعربية والعالمية لكن في هذا الأسبوع سنخرج عن المألوف قليلا لأن سنتحدث عن حدث جميل وجميل جدا يخص الشأن الرياضي وكرة القدم على وجه الخصوص سيكون معنا الكابتن أيوب يونس مدير المدرسة الكروية التي أسست في قضاء سامراء هذه المدرسة الكروية التي من المؤمل أن تكون انطلاقة حقيقية لكرة القدم في صلاح الدين وفي عموم المنطقة إذن سنناقش هذه المسألة لكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد حقيقة ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية الكابتن أيوب يونس مدير المدرسة الكروية التي أسست في سامراء مرحبا بك كابتن إذن وسلم بك أستاذ حميد وبكل مشاهدين قناة سامراء الفضائية اللي حقيقة هي قناتنا وتحمل اسم مدينتنا العزيزة وشعارها العزيز علينا الملوية العزيزة مرحبا بك كابتن حقيقة كابتن أحنا بدنا أنه نعرف لمن هذه المدرسة هل هي تعود لقضاء سامراء مثلا لنادي سامراء أم لمحافظة صلاح الدين عامة لمن تعود هذه المدرسة بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما يعرف الجميع يعني هي أستاذ بجهود شخصية من قبل ومن قبل الكابتن زاهد قاسم والأخ مضفر عواد احنا حقيقة كنت صاحب الفكرة في إنشاءها المدرسة الكروية يعني احنا سميناها اكاديمية الملوية للاعبين موهوبين جمعنا أكثر من ألف وشوية لاعب تحت الاختبارات صفينا منهم إلى نصلنا لعدد 120 احنا قبل لا ندخل بالتفاصيل كابتن قبل لا ندخل بالتفاصيل جمع اللاعبين وما إلى ذلك بدنا أنه نعرف لمن هذه المدرسة يعني هل هي مختصة بكرة سامرة أم كرة صلاح الدين لا لا في كرة سامرة فقط وهي ما تابعة لأجهة أي جهة احنا الآن يعني حقيقة ربطناها بالوزارة الشباب على منتدى سامرة وإضافة لأنا اعتبرت أيضا بعد موافقة النادي لها إدارية اعتبرناها أنه تكون مدرسة خاصة في نادي سامرة فقط نعم إذن كابتن يعني دعم هذه المدرسة الكروية أكيد تحتاج إلى دعم كبير احنا نعرف أنه حتى نادي سامرة يحتاج إلى دعم يعني أنت من تجي تأسس مدرسة كروية بهذا الشكل وتضم لاعبين يعني عديدين يمكن يصل عددهم لأكثر من مئة لاعب أكيد تحتاج إلى دعم فمن يقف وراء هذه المدرسة الكروية إحنا شوفي كل خطوة تبدأ يعني خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة إحنا حقيقة أول ما وضعنا اللبنة الأساسية لها آمن زميل الكابت الزاهد إحنا أول اثنين خلينا مليون دينار في سبيل أنه نبدأ بأول خطوة حقيقة يعني لقيت مساعدات وتشجيع من أصدقاء أننا رياضيين وغير رياضيين يعني حقيقة دعمونا بشكل لا يوصف بس كمسؤولين لا والله ما حد دعمنا للأمانة بس الأشخاص الأصدقائنا الخاصين بنا دعمونا بحيث يعني نوصل تقريبا المبلغ اللي جهزنا به الأكاديمية يعني ما يقارب تقريبا حوالي عشرة ألف دولار أو أكثر وقدرنا نجهز اللاعبين بتجهزات كاملة من كرات من تكرم أحذية من ملابس أي فكل هاي الحملية يعني شو نقدر نقول مو كلفة كانت بس تحاولنا ويانا أبناء سامرال وصالة من أصدقائنا يعني اللي بالخارج حقيقة واللي بالداخل يعني يكون مثل الكابتن أحمد جاسم وغيره وغيره ولانا الكابتن عدنان حمد أيضا وعدنا بتجهز الأكاديمية تجهز ثاني جديد إن شاء الله في الأيام القادمة يوصلنا التجهز من قبل الكابتن عدنان ومن الرياضيين يعني من الكابتن عبد الله ومن الكابتن فواد عزيز وغيره ومن أصحاب المحلات الشركات اللي بسامرة مثل شركة كرافت أرجيليك يعني حقيقة ذولا ومكاتب أيضا إدريس الدهر وغيره وغيره وكثير من أصدقائنا اللي دعمونا حقيقة ووقفوا معانا ومحلات سبورت سامر الله صديق يعني قدرنا إنه نخلي في كل منطقة يعني شو نقدروا نقول فريق إضافة إلى دعم شخصي من قبل أستاذ إبراهيم عباس طعمر مدير عام منشأ صلاح دين دعم شخصي وليس من المشأة ورئيس جامعة سامرة للدكتور موسى الحميش أيضا ما قصر معانا حقيقة كلها إحنا سوين يعني شو نقول فزع بثمو نقول بالقوسين في سبيل إنه نهض بهذه الأكاديمية الحمد لله شكر الآن ما شي فيه يعني في تقدم يعني إحنا ما تشنا نصور أنه تتقدم بهذا التقدم اللي إحنا بهذه الفترة اللي صالها تقريبا حوالي أو خمسة شهر تقريبا طيب كابتن يعني مدرسة كروية أكيد يعني جمهور رياضة في كل مكان يأمل أن تكون هذه المدرسة انعطافة في مسيرة الرياضة في محافظة صلاح الدين وفي قضاء سامرة تحتاج إلى بلورة يعني أفكار عديدة لكي تكون هذه المدرسة مدرسة علمية ممكن أن تستفادون معدها في محافظة صلاح الدين وفي سامرة على وجه الخصوص يعني ممكن أن تشوفون مثلا شركات لتمويل هذه المدرسة لأنه المسألة ما ممكن أن تستمرون بس مجرد دعم الأصدقاء والتبرعات يعني يجب أن تكون هناك شركات راعية أو جهات رسمية أو شبه رسمية ممكن أن تأخذ بيتكم من أجل تطوير هذه المدرسة أكيد يعني إحنا اللي ينطينا مرة أكيد ما ينطينا مرة ثانية يعني من أصدقائنا لأن تدر أنت العالم أيضا ظروف الاقتصادي غير جيد إحنا حقيقة يعني أنا شخصيا فتحت قنوات كثيرة مع اتصال يعني من أجهات ثانية إحنا استغلين أصدقائنا اللي بالخارج اللي يشتغلون بشركات يعني عالمية حاولنا أنه تواصلوا إياهم لأن شفنا كل أبواب المسؤولين يعني مسدودة وأن حقيقة يعني كمدرسة كأكاديمية تلملوية ما أحب أجيرها إلى أي جهة سياسية أو إلى أي شخص سياسي لأن إحنا بعيدين عن السياسة نهائيا فتصالت بحد الأصدقاء في دولة الإماراتي يشتغل بشركة كامفل سويسريا مالفلاتر الشخص وعدني خير يعني أنه مقدم لهم الصور وخلينا الشعار لكال الشركة على دريس الأكاديمية والحمد لله وشكر الآن يعني الموضوع في أطوارها النهائية الشركة السويدية إن شاء الله تدعمنا في سبيل تمشي تأمون المدرسة الكروية حقيقة أقول لك يا هلو نادي سامرة كان يملك من الأموال الجيدة كانت بنانة أو وزارة الشباب لأموها الظرف اللي صاير بالبلد أيضا ينتبنانين دكتور علاء عبد القادر مدير المراكز التخصصية رجل يعني مشكور اعتمدنا كمركز تخصصي في صلاح الدين يعني قال وضع مو زين للبلد تدري في حالة تقريبا نقول حرب أو في تقشف فقال إن شاء الله من تهدأ الأمور حالكم حال أي مركز في المحافظات مثل السماو وكربلاء والمراكز اللي في بغداد والبباصرة قال إن شاء الله ندعمكم يعني دعم وتساوي بس هذا تدري إحنا خمانظر ننتظر وزارة الشواب وكذا فبدينا إحنا بهاي الخطوة اللي بدينا بها والحمد لله وشكر إحنا لازم أيضا يعني شو نقول منافذنا نوسعها في سبيل تبشي لأنه أنت حسب كل ستة شهر نحتاج إلى نفس التجهيز نفس المبالغ نفس الانتظر اللي دريسة ما اللاعب تنتهي لحذا تكرم ينتهي الكرة أيضا يعني ينتهي عمرها فنحاول إن شاء الله أنه نبقى بديمومة ديمومة المدرسة أنا هدف إلها من إنشاها يعني حاطي لها خطة لمدة أربع إلى خمس سنوات هاي الأربع خمس سنوات هي اللي راح يعني إن شاء الله طلعنا اللاعبين اللي إحنا نترجاهم أنه يعدون هي بتكرة سامرة إلى المحافلة على المحلية يعني كابتن هاي المدرسة إليك أنت شخصيا هي بجهود شخصية هي أنا هي سامرة أنا سويتها شيء المدينتي يعني اعتزازها المدينتي أنا سويتها المدينتي بس هي كمدرسة أسسناها أنا وكابتن زاهد والآخر مضفر يعني حتى موزع فد مهام كثيرة تعاون أيضا المدربين اللي معانا يعني لك الهيكلية مالتها يعني إحنا عدنا مثلا مدير إداري عدنا مسؤول إعلام مال الأكاديمية عدنا مدير فني بالأكاديمية عدنا يعني نتابع اللاعبين بالمدارس ببيوتهم علاقتنا مع عوائلهم مع مدارسهم مدرسيهم نتابعيهم بالامتحانات نتابعيهم في كل شيء لأن ذول يهمون أنه يمشون بنفس المستوى يعني إحنا مو فريق شعبي يعني حتى نخلي اللاعب كيفية الصرف أو كذا إحنا حتى التمرين اللي لو تشوفه يعني إن شاء الله نتعدكم صورتوا لقطات إلى مراسقكم في سامرة لو تشوف يعني ملابسهم كلهم موحدة زي موحد حتى الجارو بزي موحد الشورت كذا فكل إحنا نعدها يعني ضمن مناهج تدريبية موحدة على أعلى مستوى ومن مصادر عالمية جيدة جدا وعندنا الأخ كابتن زهد هو مدير فنان مخليب الأكاديمية الرجل يعني يقدم مجود كبير والآن عندنا منتخبات أربعة ساعة فريقين خارج نطاق المدينة اللي هو فريق القلعة اللي يشرف عليه كابتن خالد قلعة وفريق اللي بيجزره يشرف عليه الكابتن أحمد إهلال هذا فريقين يعني شو نقول مخبوطة الأعمار بس الفرق الباقي كلها تولدات يعني عندنا فريق مواليد تسعة وتسعين عندنا مواليد 2001 وعندنا 2002 و2003 فريق يعني عندنا أربح فرق زائدا فريقين ست فرق التمشل الأكاديمية وكل فريق إلا تسبية يعني معينة يعني عندنا مثلا فريق سامل فؤاد اسمه هذا دعمه الكابتن فؤاد عزيز عندنا مثلا فريق أرجلك عندنا فريق سبورت سامرة عندنا فريق باسم الدكتور موسى لحميش فريق اللي بيقى العاب باسم الشهيد راضي أيضا عالة الشهيد راضي يدعبته فريق اللي بالجزرة اللي بالمنطقة البوليستان اسمه فريق جمال الدبش لأنني هذا يعني أنا والأخ أخو جمال إحنا اللي داعمي يعني هذا فريق شون نقول تسميته صارت تكريبا للراحل جمال الدبش في سبيل المشي الفراغ فكل فريق له اسم معين يعني وفي منطقة معينة وليس كلهم في منطقة وحدة طيب إنت كابت إنه من ضمن الهيكلية هيكلية المدرسة الكروية وين مكانك هل أنت مدرب أم رئيس مدرسة دارة إحنا آني مدير الأكاديمية يعني المشرف العام عليها وصاحب الأكاديمية إحنا الآن نملك كارفان المركز تدريب لي منتخبات تربية صلاح الدين باعتبار يعني أحد يعني المدربين في تربية صلاح الدين أنا والكابت إنزاهد فعدنا كارفان في ساحة السكة إحنا حقيقة تعاونه ويانا كل المدينة يعني حتى اللي يعده ملاعب شعبية يعني مثلا فريق فريق الفارس عنده ملعب ثيال طبيعي جهاز النيان نطع تحت تصرف الأكاديمية ساحة الجزرة اللي ملعب شهيد فايق إذياب جاهز إني يعني كل تصرفات الأكاديمية تحتها ملعب سكك الثير الصناعي أيضا الأخوان زايد والأخ ضياء أيضا وفروا الأخ قاس بكوان وفروا أن الملعب دربي بالأيام اللي إحنا نريدها وبالحجوزات اللي أيضا إحنا نريدها زايدا إدارة النادي مشكورة حقيقة وفرتنا الملعب أيضا الملعب الرئيسي ملعب سامرة لتدريب فريقيا عندنا ثلاثة يام بالأسبوع والحمد لله شكر الأمور كلها ماشية وتعاون الساحات معنا يعني تعاون مقطع النظير نعم إذن أحباب المشاهدين خلوا نروح لهذه المدرسة الكروية نشوفها ومن ثم نعود بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة يعني الفكرة أنا متوالدتي من يعني من عوام سابقة تولدت عندي بس للأمانة يعني يعني اللي دفعني واللي خلاني مثلا ندفع بهالمشروع أكثر صديق وزميل الكابتن زاهد اللي أنا منابديني بالمشروع حقيقة اعتمدنا على لاعبين يعني من أعمار صغيرة اللي هي للفينات قدرنا إنه يعني هاي خلال صار الخمسة شهر أو ست شهر بدينا راح نبدأ بس ست شهر يعني قدرنا إنه نعطيهم يعني من التماريق قسمناهم إلى فرق متعددة لأن تعرف مناطق صامرة يعني مترابط من القلعة إلى الجبارية يعني عندنا فريق بالقلعة عندنا فريق بالجزرة عندنا فريق بالجبارية عندنا فريقين بالسكك فريق بالضباط فريق بالإفراز فريقين يلانهم بالملعب مع ملدوية فريق كل هالفرق إيضا تحتاج يعني كما نقول إنه لازم يحتاجوا إلى إيضا مدربين الفكرة طرحتها أول يعني الأيام على اللاعبين المحتزنين حديثا يعني حقيقة تجاوبوا وأنا الأخوان مويد أشرف كانحان خالد قلعة أحمد إلال ياسر علي حسين يعني كثيرين الرياض الولد يعني شون نقول رحبوا بالفكرة أنه يعملون بدون مقابل معانا الحمد وشكر وضعنا الخطوة الأولى يعني ساعدوني أصدقائي حقيقة يعني المقربين إحنا كالمسؤولين يعني ما أخفي كسر ولا مسؤول بالمدينة يعني أعطانا فلس واحد يعني اللي يدعمونه ماديا هم أصدقائنا بالداخل يعني أصدقائي أو بالخارج كمدربين حراقيين مثل أحمد جاسم وعدنان حمد وغيره الحقيقة يعني المواهب موجودة في سامرة وتحتاج فقط أنه من يرعاها ويسقلها والحمد لله والشكر يعني الآن يعني بدنا نحصد ثمار التعب اللي تعبنا يعني أنا نتوقع خلال السنتين هاي المقبلة بعد أي لعب نحتاج يجي السامرة مثل ما تعرف سامرة الفترة كبيرة صار بيها نضوب اللاعبين ماكوا فرق عمار السنية إحنا الآن بدينا بهذه الخطوة وهي أيضا الصفي مصطحة النادي الحقيقة تعاونوا إلينا الجهات إنه يتعاونوا إلينا بتوفيرنا الملعب يعني مشكورة لها إدارية بدون استثناء يعني من كل أعضاء من الرئيس الناب الرئيس تمين السر لكل أعضاء يتعاونوا إلينا بتهيتنا الملعب الطوناية ثلاثة يام بالأسبوع يتمرج عليها فريقين عندنا وإضافة إلى الساحات الفرق الشعبية اللي بيثيال طبيعي اللي بظاهي أرضية ملعبنا مثل ساحة الفارس الأخوان بساحة الفارس أيضا يعني سهلوننا كل أمور الأخوان اللي بساحة الجزرة أيضا سهلوننا الأمور القلعة أيضا يعني جماعة خالد قلعة كل ما أيضا وفرونا يعني أكو تعاون حقيقة من ساحة السكك نانغ بنحقهم الثيلة الاصطناعي الهداعج ضددعش أيضا يعني استروننا كل أمور إضافة إحنا عندنا مقرنا الرئيسي هو في يعني في ساحة السكك مقر الأكاديمية كارفان كامل ماتنا ومهيئة من كل شيء قدمت الأكاديمية والله سلاح من انتظر ما تعرف يعني الملابس مو شي رخيص احنا جهزنا اللاعبين يعني كل لعب تقريبا خسارنا عليه بحدود 55 ألف دينار إلى 60 ألف دينار تقريبا يعني قدر نقول 50 دولار راح نجهز اللاعب جهزنا من تكرام أحلية ملابس كل على دبل يعني شورتات 2 ريس 2 جاروب 2 كل لعب كورا يعني هاي مو مبالغ بسيطة يعني خسارنا بحدود تقريبا 13 مليون دينار عراق احنا هلا قدرنا نجهز هاي مجت يعني عن خلينا نقول صدفة احنا اول من وضع فلوس سوان وكانت زاهد وضعنا مليون دينار خلينا يعني شون نقول اساس بس ساعدونا كثيرين ساعدتنا يعني أصحاب المحلات مثل كرافت أرجلك بعض المقاتب أصدقائنا يعني ماخ فيكسير ساعدنا مدير عام من مشهات صلاح الدين من جبه الخاص وليس من يعني المشهات رئيس جامعة سيد موسرح مش ايضا ساعدنا يعني ساعدنا سيد حافظ عزاو مدير المصنع ساعدنا بس كل من يعني اشياء هم الشخصية يضبطين احنا عدنا اصدقاء ايضا بالخارج يعني بلاعبين سابقين بناي سامر من دي كابتن فوال عزيز وغيره ايضا ساعدونا ما فيكسير أحمد جاسم كابتن عدنا نحمد وعدنا انه راح يجهز ايضا لأقاديمية ملابس كاملة وتجاهزة وانشاء توصل في اليام القريبة القادمة العمل الاكاديمي يعني عمل مسهل يعني احنا طرقنا ابواب القايم بقام ابواب رئيس المجلس ابواب كثيرة حقيقة يعني احنا نحتاج هذا الشي للمدينة هو ليس الايوب يونس او الزاهد او السين من الناس هذا للمدينة انت من تجيب 120 لاعب هالظروف وتحتويهم وما تخليهم يعني ان حرفون بغير انحرافات هذا فدي انجاز اليك للشاب اثنين احنا من 120 لاعب احنا تفكيرنا في اربع سنوات من ضخفة منهم لو تجي تحسب كلاعبين موجودين بفرق الاول لا يتعدون الاعداد القيية جدا هذا كلها عوامل مؤثرة احنا الان ماديا نصفر ميزانياتنا لا توجد بها اي شي الماخ فيكسر بس الحمد لله متواعدين يعني من اشخاص انه يدعمونا وان شاء الله احنا احنا فتحنا مع بعض الشركات يعني قناوات اتصال في سبيل انه تدعمنا لان اكيد بيوندعم ما راحنا نستمر بس انا يعني ما اخذ عهد عن نفسي انه تستمر له يعني حتى يعني حتى له من المصروف الخاصة لازم خليه تستمر لان هذا الشي يهم مدينة كاملة ما يهم ايوب او غيرتهم يعني هذا مشروع عملاق جدا والمفروض بكل الرياضيين وكل المعنين المسؤولين في ميديا سامرة يدعموه يعني كنادي كمؤسسات انتاجية مثل مع مدويا وغيرها يعني اتمنى انه اي شركة اخرى تخلي اعلان على ملابس نحنا مقابلين يعني بس اريد دعم الهذا انت تعرف اللاعب يعني الان الحذاء تقريبا 20 الف دينار الملابس تقريبا السيد الكامل هو وليا لقمال تول هم تقريبا بعشرة انت تاخذ عشرة بعشرة عشرين بعشرين أربعين تاخذ لك قراء بخ مصطعي زينها وبعشرين الف دينار عملية مكلفة معلمية سهلة اضافة لان انا اشكر حقيقة اشكر كل الدعمونا واشكر اخوان المدربين اللي عملاوا معانا مجانا اشكر دارة النادي اللي حقيقة وفرت لنا الملعب على مصراعه يعني احنا عندنا الحياة لنا ملعب سامرة احنا كلا اكاديمية احنا عندنا الحياة لنا عب سالرة يعني مثل ما قلت لك في بداية لبرنامجنا انه يعني ايضا احنا نشكر الساحات الشعبية اللي نطلعينها نشكر الاعلام يعني حقيقة قناتكم قناة سامرة سباقة جدا قناة سامرة هي قناتنا يعني نعتز به وليان هي ايضا يعني تحمل الشعار مدينتنا اللي غالي علينا مثل ما احنا ايضا اتباع على اصدورنا كلنا نحمل كمدربين وإداريين ولاعبين حيضا نحمل شعار الاكاديمية اللي بي الملوية فهذا يعني شي شرفنا وثقاني يعني كشخصي يعني ما عندي يعني شي يعني بالنسبة لي مسؤول صحة الاكاديمية كلها بس يموزع المهام بين مدير فني بين مدير إداري احنا عندنا صفحة على فيسبوك على التواصل اجتماعي يعني اكثر من تقريبا 1500 معجب بها ونزع عليها كل نشاطاتنا وأكيد هالنشاطات يعني تخدم الاكاديمية بصورة عامة الحمد لله شكرا شفتوهم يعني لاعبين معمار الورود من 1999 إلى 2005 يعني والحمد لله شكرا أصبحنا يعني شون نقول مركز تدريبية ايضا لها تدريبية صلاح الدين يعني الآن احنا هالفكرة مثل ما تعرف احنا في سلك التعليمان وكابتن زاهد فالآن ذول يمثلوننا يعني السلك التدريبية عندنا قلت لك مدربين الولد يعني يحملون بهم تصنيف ايضا اسيوي مثل كابتن زاهد كابتن صفاء فرحان كابتن عدحم يحملون تصنيف اسيوي عندنا ايضا مدربين يحملون تصنيف مثل كابتن فايق عبد الرزاق وخالدن صيف ومحمد الشاماني وكابتن ياسر احنا موزعين مهامنا ونشتغلها بعلمية يعني حقيقة عالية جدا يعني في ختام حديثي اشكر كل من ساندنا حتى ولو بكلمة وحدة كل من ساندنا حتى ولو بتشجيع واشكر أولياء أمور اللاعبين واللاعبين يعني حقيقة أولياءهم وضعوا ثقتهم بنا والآن احنا متابعيهم يعني بالمدارس متابعيهم حتى بتصرفاتهم بالشارع يعني احنا نعرف اللاعباننا في أي مكان نشيرهم من ملابسهم لأن احنا ملابس اللي خذناها ملابس مميزة يعني ما موجودنها في اسواق سامرة والشعارة ايضا موجود على كل شي على الملابس على ديشرتات على كل شي بحيث اللاعب معنا مميز والحمد لله وشكر بدينا في الفكرة انه كل شهر نطلع فريق منها الفرق ماتنا الستة يطلع يعبر اول فريق طلع عندنا الفريق الالفين والثين لعب مع منتخب شوار العراق وحق نتيجة جيدة ايضا غلبنا منتخب شوار العراق اثنين واحد ان شاء الله بعد انت حافظ اهلا بكم من جديد حقيقة لازلنا مع الكابتن ايوب كابتن ايوب يعني في هذا الحديث اللي اجرى معاك مراسلنا في سامرة يعني انت حافظ اسعار الدريس والشورت لكن يعني غبنت حق مثلا نادي سامرة اللي انتو تدربون على أرضيته وأكيد قدم لكم أشياء يعني يعني الجمهور يا حب ذا لو ما تنسون الفضل يعني اذا كان مثلا نادي سامرة فتح لك أب بابا وانت ابن نادي سامرة نعم كابتن كابتن اذا كنت تسمعني ايه اسمعك نعم كابتن ادلي السؤال اذا ممكن نعم كابتن يعني انت غبنت حق مثلا نادي سامرة انت ابن نادي سامرة وتدربون على أرضية ملعب سامرة وتتخذون من المقر النادي مقر الكم كان المفروض تنطي تنطي فد أهمية لهذا الموضوع ولي إدارة نادي سامرة اللي وفرت لكم كل شيء اعتقد في هذه الفترة خاصة انتو بعدكم في بداية تكوينكم احنا استاذ حميد بداية حديثتنا شكرنا ادارة النادي حقيقة يعني ادارة النادي اعتمدتنا كم مركز او مدرسة كروية تابعة النادي يعني الاخوان بالنادي من رئيس النادي النايب الرئيس الامين السير الاخوان لعظة كلهم بالعكس راحبوا والمفاتحين بواب الملعب يعني حقيقة مشكورين جدا انه الملعب هسا احنا فقط احنا انتمرن عليه لانتدري انتنا نادي سامرة حد ما بدأ اعداده فاحنا انتمرن يعني ملعب كل تحت تصرفنا حقيقة وهذا شيء يشكرون عليه لان هو اصلا هي يعني اللاعبين هو اصل الالم راح يصيرون هم راح يصيرون نادي سامرة يعني احنا راح ننضغ لاعبي بالمستقبل القريب الهم ان شاء الله واي لاعب اكيد راح يكون رافد قوي للنادي وكيد راح يخدم النادي خدمة عظيمة هذا اللاعب طيب كابتين يعني انت قبل شوية تقول لانه هاي المدرسة كانت من المؤمل ان تكون تابعة متخصصة تابعة لنادي سامرة مو هيشي لا لا هي مركز تخصي تابع لذات الشباب لا انت قبل شوية قلت تابع لنادي سامرة احنا احنا حتشينا معاهم نعم يعني احنا حتشينا اتدري انت اذا مدرب يعمل ابنادي يريد فلوس صح كلامي له غلط بالضبط اي بس الناس تدري احنا نعرف وضعهم المادي صفر بس هسا احنا كل المدربين اللي يعملون معنا يعني احنا يعملون معنا مدربين تقريبا بحدود 15 مدرب بين مدرب بين إداري بين مدرب حراس كل هؤلاء يعملون بجانا يعني حقيقيا خاطرنا يعني هاني جايبهم الولد هم لاعبين نادي المحتزين صارهم سنتين وثلاثة واربعة ستين وحقيقيا يعني هاني جبتهم السبب يعني انو ذوله نموذجي هذا اللاعب صغير شاني نشوفه يعني من يشوف علي حسين ومن يشوف اشرف او من يشوف صفاء او من يشوف خالد قلعة وشوف كنعان او يشوف ياسر او فايق راح يشوف في النموذج فمن جبناهم هؤلاء الشباب استلمهم يعني ثنيا للكابتن زاهد وزعنا لهم مناهي تسخطصهم محمد حسين رياض الولد كلهم يعني لاعبين لاعبين نادي لكل بدون استثنان يعني كل المداربين لعدنا هم تشلوا يلعبون بالنادي فذول اللاعبين يعرفوهم ذولة تشلوا لاعبين نادي طيب كابتن كابتن لياقتهم البدنية شوية يعني يقدروا لو سمحت كابتن يعني انت قبل شوية قلت تابع المركز تخصص نادي سامر راه طيب يعني اكيد من يكونون تابعين لنادي سامر راه محتاج الرواتب لازم النادي يدفع لهم رواتب انتو خليتوهم استقلة حتى محد يطالبكم رواتب مو هي شي لا هي مو هاي الفكرة يا أستاذ حميد الفكرة انه احنا هسا مثلا اذا تعبت يعني اتبعنا لأي نادي آخر خلنا نقول مو الا سامر راه يعني اصادي كمدارب انا من اجل يشتغل ماش تغلب بلاش يعني انت هسا بتقول لي مثل تعذر بصلاح الدين او بلد او اي نادي آخر بمحافاتنا نعم عايز علينا بس المدارب يحتاج اللاعب ايضا من اللاعب يحتاج بس احنا دولا اطفال احنا ما رد نزرع بالهم يعني رأسا للفكر المالي المداربية دا يعملون معانا مداربين الغالبية يعني ما اقول لك كلهم الغالبية هم بدايتهم في التدريب اول خطوة يعني اول خطوة لهم بعالم التدريب الان احنا يعني اكثر من المداربين ان شاء الله هنرفع يعني رفعنا شو نقول فايلاتهم لاتحاد المركزي عام ودخلهم دورات التصنيف لانتدري انتسل المداربين اللي ما يحملون تصنيفات السي والبي والاي ما لا حق يعني يدرب بالانديا بالضبط عدنا احنا مثلا كابتن صفايا حملت الدرج اسيوي عدنا مثلا كابتن عبد الحميد حملت الدرج اسيوي عدنا فايق عبدالعزاقي حملت الدرج مع المداربين حراس الكابتن زاهر عنده شهادة تدريبية ايضا السويد ولو ما يعترفون بها هنا يعني باتحادنا بس يعني ما معناه ان شاء الله الشهر الاخر راح يجي هو وكابتن صدام وكابتن علي حسين وكابتن موييد راح يدخلهم دورات ان شاء الله سي في الاشهر القليل القادمة في سبيل انه يعني يصير هو الشهادة استاذ عبد الحميد ما يساويه مدرب نعم الشهادة هي عبارة عن اجازة لسن يعني لسن التنطيق انه تدرب انته يعني هو مثل سايق السيارة يعيذ يسوق بس اذا ما عنده اجازة اكيد يوقف المرور او ما يخليه سوق السيارة نظام بضبط اكيد فهي هاي نظام اللسن يعني الاجازة فان شاء الله الكل احنا عازمين كل مدربين ان شاء الله نحاول ندخلهم الدورات الاسيوية في سبيل خدمة سامرلين ما ممكن تبقى مثل سامرلين بس ايوبه سين وصاد من المدربين او بس ايوبه زاهل يدربوا من كذا احنا بقولنا لكل الدرب للفريق مو مالب احد الفريق مالب كل بديتنا بعدين احنا ايضا نفكر نطلع برا يعني احنا ما يصير مثلا عشر على نادي واحد كنا نريد نرب هذا النادي كنا نباع على هذا النادي طيب طيب يعني كابتن انت قلبك على نادي سامرلين له كرة صلاح الديني بشكل عام والله استاذ نحمد علي اثنين بس اكيد سامرة ابدأ من صلاح الديني اكيد اكيد ابدأ من شي نعم بس يعني احنا دولة الطلاب الموجودين عندنا دولة استاذ دولة كلهم ايضا يمثلون منتخبات تربية صلاح الدين نعم احنا عندنا خمس فرق في تربية صلاح الدين يعني بشراف الاستاذ القدير سعد جبر مدير نشاط الرياضي والمدرسي عندنا ساحة المكشوفة الاعدادي ساحة المكشوفة المتوسط وعدنا الخماسي الابتدائي وعدنا خماسي متوسط خماسي اعدادي يعني خمس فرق احنا دا نعد بها اعداد صار اربع خمسة شهور في سبيل نهيئ نفسنا الاشتراك في البطولات القطرية اللي راح تقيم ان شاء الله بخلال شهر ثلاثة او اربعة يعني هاي كل نهيئها في سبيل اللعب التربية الصلاح الدين خمان اللعب لها تربية مثلا الرصافة وكيد الصلاح الدين فهو كل عملية استاذ كلها هي تصب في شو ما نقول ما صب واحد نعم احنا اللاعب يعني هسان انطيتك فالفكرة قلت لك احنا عدنا مئة وعشرين لاعب اذا من المئة وعشرين يعني معقولنا ما يطلعونا عشرين ستعاش لاعب ما يطلعونا ذول اللي راح يطلعونا مثلون النادي حسب الاختيار هذا حسب الاختيار ايه والتوفيق من الله سبحانه تعالى راح يلعبون بالفرق الشعبية ايضا راح يطلعونا الفرق الشعبية يعني احنا مو بس نطور فقط النادي احنا عدنا لجنة الشباب في سابرة يعني لجنة من يمكن من انشطة اللي جاء في العراق يعني انت ساحات سامرة تسترين ساعد الحميد ماكو ساحة ما بيها بطولة وبطولتين على مدار الايام ايه نعم اذا كابتن خلي نروح للمدرسة خلي نشوف هذي اللقطات وبعدين نرجع ماشي اختبارات اجريناها اختبارات علمية اجريناها لللاعبين اختبارات هي دائما تكونها الاختبارات مهارية بالدحرجة بالمناولة بالتهدير من هذا القبيل خضعه وعدنا يمكن بحدود الـ 350 لاعب الاختبارات قدرنا نختار من عندهم هذه النخبة لكل الفرق اللي شكلناها الثمانية بالحقيقة احنا بدينا في فرق عادية يعني تسميات فرق تكون اكثر من موالي تسعة وتسعين الى الفين واربعة لكن مرور الوقت احنا ش سوينا قمنا نشتغل على وفق البرنامج احنا المخططينه سوينا فئات يعني الفرق راح صارت هسا فئات مثلا فئات فريق سعة وتسعين الفين الفين وواحد واثنين الفين وثلاثة الفين واربعة بدينا نشتغل اما الوحدات التدريبية فاحنا هسا نشتغل ثلاثة وحدات تدريبية في الاسبوع خصوصا هسا بدأ العام الدراسي حددنا الوحدات الخميس جمعة سبت وفرق لا مثلا يوم يكون منتصف الاسبوع راعينا بيدوام الطلبة واللي الدوام هسا نشتغل تعرفون انتو الدوام ثلاثة اغلبا نعاني من عنده راعينا بيدوام الطلبة وهذا شي همنا احنا نتابع الطالب حتى انا والكابتن ايوب بمدارسه هسا سوينا احنا حتى بيانات خاصة لللاعبين المرحلة الدراسية عمرا يعني بيانات كلها حفظناها يمنا اللاعب وين بياه مدرسه بياه شعبان تابع خلال مستواه العلمي هذا يهمنا اكثر منها لان اولياء امور اللاعبين احنا من رحنا جبناهم هذا يعني كان لنا كلام معهم بهذا الخصوص انه تابع مستوى العلمي يعني هذا الكل ما يكون مستوى العلمي راح يخدمنا هنا يستفاد اكثر اما من ناحية المناهج التدريبية يشتغل على مناهج تدريبية علمية ليس يعني كيفه مدرب يشتغل كيفه ما يشاء وانما خلوصا ما مخطط من قبل ادارة الاكاديمية نطيف مناهج يشتغلون عليها الحمد لله والشكر احنا لاحظنا هناك تطور تطور كبير مع عينان مع عمات عانينا من احنا العقلية اللاعبين يعني هؤلاء اللاعبين اجونا من الفرق الشعبية اغلبهم يعني ولو اعمارهم بس لعبهم مثلا هاي الساحات الخماسي فاكو افكار يعني ببال بدماغهم احنا لازم هاي نمسحها بعدين نشتغل بالصحيح اللي علينا هذا شوي عانينا من احنا احنا قبل كنا من نجي نلعب نلعب رأيسا ناشيين شباب بعدين يلا روح نجي نلعب شعبي هسا بالعكس دا صير عندنا نصارك هاي الساحات اللي هرا يقتدري احنا ما عندنا بالنادي لاكو ناشيين ولا شباب ولا اشبال فاللاعب وين يروح اللي عنده مهارة دعم من يروح يلعب فتشوف فرق شعبي هاي شوي عانينا منها اكو افكار خاطئ اكو اكو شي خاطئ عند اللاعب بقليتها بتمرينها بحركتها داخل حصة بالجوانب التكتيكية اهلا بكم من جديد اذا لازال معانا الكابتن ايوب يونس مدير المدرسة الكروية في سامرة او المشرف العام على المدرسة الكروية في سامرة كابتن يعني واحدة من المشاكل اللي راح تواجهكم هو دوام الطلبة يعني شون راح توفقون بين دوام الطالب والتدريبات ماذا اسمع كل شي؟ نعم يعني انتوا واحدة من المشاكل اللي راح تعانون منعدها في هذه الفترة هو دوام الطلبة في مدارسهم شون راح توفقون بين دوام الطلاب والتدريب في المدرسة نعم كابتن ماذا اسمع كل شي؟ نعم اذا اذا خلي نروح لهاي اللقطات اذا زميل مخرج مستعد انه نروح لهذه اللقطات للمدرسة الكروية ومن ثم نعود للكابتن ايوب نعم وان شاء الله هذا يكون يعني فد مشروع يخدم الكرة في سامرا بالبداية احنا نشكركم على اللقاء والتقطيع الخاصة لغنات سامرا على اكاديمية الملوية اكيد هناك اهتمام من قبل الكاباتن ايوب يونس والكابتن زاهد كمدير ادارة اكيد متابعة يعني تابعة كل اللاعبين ما يحتاجوا من توفير اللاعبين والاكاديمية كمدير ادارة من معسكرات من تهيات حتى متابعة اللاعبين بالمدارس وخارج الملعب اكيد التزامات وممتابعيها والحمد لله والشكر وتعاون مع اولياء امرهم وهذا نشكر اولياء امرهم على هذا التعاون معنا لذلك كمدير ادار يعني الحمد لله والشكر ما مقصرين الاكاديمية ما فريدهم كل شيء ولكن نطالب من الجهة المسؤولة يعني كافة في سامرا ان تدعم هذه الاكاديمية لان ما وجدنا ذاك الدعم من اي مسؤول في سامرا ونشكر يعني احنا هم نقدم اشكر التقديل اللي يدعمونه كناس طيبين وخيرين يعني دعمه والاكاديمية ونتمنى اكثر واكثر لان احنا نحتاج والاكاديمية هاي بدايتها والمفروض كنا نتعاون لاجه النجاح هذه الاكاديمية وبجهود احنا الكابتن ايوبا الكابتن زاهد والمدربين الاخوة المدربين اكيد هما ما قصروا واحنا ان شاء الله من التطور الى التطور افضل وهناك لاعبين جيدين احنا الحمد لله دعا نكشف خلال هاي الاشهور ونشكر دارة نادي سامرا على يعني خدمتها للاكاديمية بتوفير الملعب الرئيسي للنادي وهذا شيء مهم جدا وهناك نشكر الساحات الخماسي اللي واقفين عليها ايضا لتوفيرهم مرحبا بكم من جديد يا حبة المشاهدين حقيقة لا زال معنا الكابتن ايوب ايوب يونس تسمعني كابتن؟ نعم اسمعك نعم نعم كابتن موضوع المدرسة الكروية حقيقة موضوع كبير يعني انشاء مدرسة كروية وفيها يعني لاعبين ممكن انه يرفدون نادي سامرا وحتى نادي صلاح الدين والاندي الباقي في محافظة صلاح الدين باللاعبين وبعدين يعني انه تتركون موضوع اللاعب الجاهز هذا موضوع كبير يعني يحتاج الى وقفة حقيقية وكلمة اشادة بحق الجهود اللي بذلت وتبذل حاليا من اجل ديمومة هذه المدرسة الكروية لكن هناك من يقول انه يا حب ذا لو تكون هذه المدرسة الكروية مختصة بكل محافظة صلاح الدين ولا تختص بقضاء سامرا حتى تكون الفائدة اعم واشمل استاذ عبد الحميدة بذل ما تعرف صلاح الدين متراملة الاطراف يعني التكريت الان بيجي الوضع مو تمام بها الشرقات مو بيد الحكومة بلد اكيد بلد يعني الناس اللي يشتغلون صاح وعدهم فريق اللعب الديجي البعيدة عني يعني ما اقدر اغطي هاي كل المحافظة بجهودنا احنا الشخصية احنا حقيقا نحتاج دعم يعني دعم من كل مسؤولي المحافظة الى هذا المركز ويا ريت كل الانديات صلاح الدين يعني من الديجي للطوز يا ريت كلها تفتح نفسها الاكاديميات هذا العمل استاذ حميد من مدارس تخصية هذا يعني انطيك مثل بسيط جدا نادي السماوة السنة صعد للدورة المنتاز من ورا المدرسة الكروية اللي يقودها الكابتن اللي هو هي عبدالواحد يعني نفس العملية ماتنا بس ايضا ندعمهم من وزارة الشباب اه تجهيزهم من وزارة الشباب عندهم بنائية خاصة بهم ملعب خاصة بهم اه اللاعبين اللي صالوا بخمس سنة يتمرونوا اياهم يعني شون يقدروا نقول أين عت الثمار انطوهم النادي السماوية الثمار والصعد نا فårهدفنا يعني ع nosso هدفنا يعني عنا من الفينو وسبعة والفينو وثمانية أنا هذا كان مشروعي وقدمته بوقته يعني الأستاذ عمار يوسف رئيس النادي عن طريق 1930 جيوسف رئيس النادي عن طريق الأخ محمد صاحب قلت لهذا المشروع مشروع مهم يعني درسون كإدارة شوفوا سويت المياه بسبايرول وانطيت المياه يعني فشار كل شو حلوه أهمي للموضوع بعدين بالألفين وفن عشر السيد رئيس النادي أعطى فلوس قالوا مشكلوا مدرسة كراوية بس إدارة النادي ما عرف ليش بوكتها ما شكلت يعني ما عرفش للأسباب الآن يعني الآن النادي تدي مر بأزمة مالية قوية إحنا خذناها على عاتقنا مو مشكلة الفلوس تروحوا تجي إحنا لازال نقدر نجيب الفلوس مو مشكلة بس المشكلة إحنا نحتاج دعمي عياني أنا مودي المحافظة مودي مجلس المحافظة ومدي أستاذ عمار كرئيس النادي ومدي بعد القايم مقام الأستاذ محمود أستاذ عمر رئيس المجلس بادي مونا كل ذو اللي يدعمونا إن هذا العمل هو مو يعني هو مو شخصي إلي أولاسي من الناس هذا العمل يعني رايح يخدم المدينة أنت من عندك فرق بهيتش عمار وما نخليهم بالشوارع وما نخليهم الأستاذ تدري يعني عانينا في شغلة فنية أقول لك يا حيارتنا تدري دول يلعبون بساحات الخماسي الثيل الاصطناعي هي طبعا مؤذية يعني ما يصير واحد يوم يلعب الثيل الاصطناعي اللاعبين يجونا ما يعفر من رمية جانبية كلهم تعلمين اللعب الخماسي بحركة بالقدم يعني الرمية الجانبية بالقدم الصير يعني من جبناهم عانينا بالبداية أول شهر كل شي عانينا بس المدربين جهودهم الجبارة يعني قدروا يبنون فريق علموا اللاعب شوية موقع صحيح شون يلعب بسلوب شون يلعب وفق ما يريد المدرب مو وفق ما يريد هو نفسه طيب كابتن كابتن يعني من الأمور الجميلة عندكم أنه هذه المدرسة قد تكون تتشابه إلى حد بعيد مع مدرسة عم بابا مدرسة عم بابا كان يشرف عليها الراحل عم بابا طبعا هو يعني سواها بإشرافه هو هذه المدرسة أيضا يعني غير تابع لنادي سامرة هذا الجمهور رياضي حتى الجمهور يعرف أنه هذه المدرسة غير تابعة لنادي سامرة عكس ما كان يعرف الجمهور في كل مكان أنه يعرف أنه هذه المدرسة هي مدرسة نادي سامرة إلى أنه هذه المدرسة مدرسة أيوب يونس ماذا رح نسمي لا إن شاء الله مدرس أيوب يونس في خدمة نادي سامرة إن شاء الله تتبع لنا سامرة شون يعرض تتبع لنادي سامرة؟ نتبع اللاعبين يكونون بالهيئة العامة ولو اللاعبين صغر ميسر بالهيئة العامة بس كمدربين كإداريين هؤلاء لازم يسيرون بالهيئة العامة نعم إذا قبلون انهم يكون بالهيئة العامة احنا راح نصير أتوماتيكين تابعين لهم ولواني عوضوا حيئة عامة فالنادي بس يعني انتظر يعني احنا عدنا قلت لك بين إداري بين مدرب أعداد لا بأس بها يخدمون النادي ولان هم يعني النادي ولا أقيها مثلا يلقى مدرب أو إداري يعمل مجانا يعني أي نادي مولا نادي إذا أي نادي ما يلقى يعني بيلقاها منهم مثل ما نقول نعم إذن كابتن يعني هناك من يقول أنه الكابتن المدرب الكبير عدان حمد وعدكم بأنه يمدلكم يدلعون ويساعدكم وقد يكون يتبنى هذا المشروع الكبير مشروع المدرسة التخصصية في سامرة الكابتن عدان حمد هو ابن سامرة يعني عدان حمد عالم من أعلام العراق مو بس من سامرة إضافته له ابن سامرة وان كان يلي شرف نعمل معه مثلا سنتين في التدريب كمساعد عدان حمد الشخص سبع بيه عن طريق الإعلام بعدين اتصل بي أبي شقيقة الأخ عمار يعني حقيقة ودكتور منعم شقيقة ايضا اتصل بي قال لازم تدعبون هاي الأكاديمية وفي لقاءة في أحد القنوات التلفزيونية يعني المذيع سائلة قال لها قال لها يوجد في سامرة قال لها إن شاء الله كنت داعم لها اتصلنا بيه فالشخص يعني الأمانة قال تجيزكم كل الأكاديمية عليها وإن شاء الله يعني وطلبها من الصين فإن شاء الله يوصل يعني أنتم ما تصلت بيه شخصيا كابتن والله أنا اتصلت بيه أكثر مرة بس حاولت يعني أنا اتصل بيه تدري أنت عدنان حمد يعني دا يدخل فيه كل شهرين دورة يعني هاي مالبروف نعم يعني فوق الأي ليس هاي تخص المدراء الفنية بالمتخبات فما يتواجد يعني بصورة عامة مثلا نقول بالأردون بس إحنا اتصلنا مباشر بالكابتن عد أحمد جاسم يعني أيضا من أبناء سامرة البررة اللي حقيقة وقوفي هنا أنا كنت أتمنى مثلا أكو أشخاص تصنى بيه وما حصنناهم يعني مثل الأستاذ عبد الحليم السامرائي رئيس الفخرنا لسامرة هذا الشخص معطاء وداعم ونتمنى أنه أيضا يعني يشوف يشوف سامرة إضافة إلى الأستاذ عيد السامراء أيضا في دولة اللي ماردتها أولا للأشخاص صيثين يعني من رحنا مع عسكرتها دي بناد سامرة حقيقة كانوا كورما معنا بالشكل لا يوصف نعم إذن كابتن خلي نروح للمدرسة خلي نشوف هاي اللقطات ومن ثم نعود احتضنت الهيئة الإدارية هذه الأكاديمية فتحت لهم الملاعب فتحت لهم ملعب النادي لإجراء التمارين هناك لاعبين جيدين لاعبين أنهم مستقبل واعي في لعبة كرة القدم وخاصة اللاعبين الشباب اللي هسه راح يشاركون باعتبار على شباب النادي وناشئة النادي وشباب النادي يعني اللاعبين بعمر اللي خلي نقول البراعم والعمر الشباب والناشئين من الجبل خلي نقول الفرق النادي يعني ما أخذ طبعا على الفرق الشعبية فإحنا خصصنا مع الكادر الكابتن عيوب وكابتن زاهد خصصنا لهم مدربين لاعبين نادي سابقين ومعتمدين عندنا بالنادي لفرق الشباب والناشئين والأشبال يعني حتى يأخذون طبعا على النادي تدري اللاعب اللي يجي من الفرق الشعبية ما عنده يعني مبادئ كرة القدم يعني هناك مواهب موجودة بيهم بس لازم يعني يأخذون طبيعة النادي يعني تصرفات النادي يعني بدايتنا هي بداية الأكاديمية الملوية هي قبل كل شيء هي احتضان المواهب الموجودة بسامرة الغاية منها هو رفد نادي سامرة بأفضل اللاعبين وحنا بنفس الوقت نبحث على النوعية قبل الكمية فباشرنا بهذه المهام طبعا بإشراف الخيرين وبدارة الكابتن زاهد وكابتن أيوب ويعني مجموعة من المدربين اللي هما بالأساس كانوا لاعبين فمروا بهذه المراحل العمرية وهذا الشيء ممكن يكون خادم كبير لللاعبين اللي تندربهم هما يعني خلين نقول أعمار يعني أشبال وناشئين وشباب فأغلب المدربين مروا بهذه المراحل العمرية فيعرفون اللاعب هالعمر شي يحتاج طبعا هاي الصفة هي من خد يعني تكون بالدرجة الأساس بصالح اللاعب فانتقسمنا إلى فرق مناطق سامرة أنا بالنسبة لي فريق بساحة الفارس والناس هناك يعني مشكورين يعني كانوا متعاونين جدا وقدمونا يعني كل التسهيلات النجاح هاي المهمة والحمد لله يعني صارت مهرجانين قدرنا من خلالها نقدم لاعبين إن شاء الله بيهم أمل خدمة نادي سامر راقب لكل شي طبعا مثل ما تعرفون أكاديمية المنوية ضمت أكثر من عشر فرق اختارينا من أدهاء منتخبين منتخب 2001 و2002 منتخب 99 منتخب 2000 فئة أشرف على التدريب منتخب 2001 و2002 بصراحة يعني إحنا ندرب للدان نمطي نمطي حصص خمس حصص أسبوعية بالأسبوع نمرنهم بها فترة الدراسة ما نقدر لأن أهم شي حنا عدنا نركز على الجانب التربوي مثل ما نركز على الجانب الرياضي يعني نمطيهم ثلاث حصص يعني خميس وجمعة وسبت وذول الفئة يعني هما أكيد البذرة اللي إن شاء الله نتأمل منها أن تثمر بالمستقبل وتخرجنا جي الكرة ويعود بكرة سامرة إن شاء الله الأفضل من قبل نمرنهم ودان نتعب عليهم ودان نطلحهم لعبات آخر لعبة لعبناها ومنتخب أشبال عراق منتخب وطني والحمد لله وشكر لعبنا لعب حلو وتمكننا أن نكوز عليهم 2-1 مو بس نتيجة بصراحة يعني التعب منه طلع ناتج جيد ارتاحين على وفرحين بي وإن شاء الله إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله بجدل الماشيب بصراحة هي دان واجه صعوبة جدا تعرف أنت لاعب جديد لاعب يحتاج لتوجيه يحتاج لسقل يحتاج لمبادئ يتعلمها دان واجه تعب بس إن شاء الله التعب هذا يتوجب إن شاء الله بناتج زين إن شاء الله يفيدنا ويخدمنا بمستقبل بالأكيد إحنا بصراحة مو بس اللاعبين يعني احنا مراكزين حتى على أولياء أمور اللاعبين يعني نواصلوا إياهم ونتابعوا إياهم ونحثهم إنه يخلون أبنائهم ويانا للمصلحتهم ولمصلحتنا وبحيث ما يتعارضوا إياه واجباتهم المدرسية ونتواصلين إياهم حتى بالشارع ونتابعيهم بأماكن تواجدهم لأنها بصراحة جانب التروي جانب مهم من أعداد اللاعبين بالمستقبل إن شاء الله أول شي نشكر جهود المدربين الكبار كابتن زاهد كابتن كابتن أيوب وثاني شي نشكرهم على دعمهم المتواصل لنا لأكاديميتنا وهذا الشي حفزنا لنا من خلال وحدات تدريبية دي يعطونا إياها يوم بعد يوم ومن خلال من خلال خبرتهم وإحنا دي نستفاد إن شاء الله من كل هذا إن شاء الله دي نجمعها وكل باقولنا دي ندرس نشكر أكاديميتها الملوية ونشكر كابتن أيوب زاهد على دعمنا إن شاء الله ونشكرهم على التمارين الذين يدون لها إن شاء الله نحن نمثل نادي سامراء باسم رابطة مشجعي نادي سامراء نشكر العدارة نادي سامراء والكادر التدريبي لأكاديمية الملوية الدعم المتواصل لمدينة سامراء إن شاء الله دم الوعيب قادمين قوة إن شاء الله لمثلون مدينة سامراء ويكونون جاهزين إن شاء الله بالمستقبل قادم ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد حقيقة إذن نروح للكابتن أيوب نعم إذا كنت تسمعني كابتن يعني مجرد التدريب يومية تدريب أكيد راح يكون ممل لهذه الأعداد من اللاعبين ممكن أنه الجمهور يعرف منهاج التدريب لكم هل هناك تتخلى لها مثلا مباريات تجربية مباريات أعدادية مثلا عيد السؤال والله شوية ما سمعت الصوت يعني مجرد التدريب على مدار الأسبوع أكيد راح يولد ملل عند اللاعب يعني خليتوا هذه النقطة في بالكم إحنا أستاذ أحمد وشغلة مهمة كل شيء يعني ما قلت تلكيها إحنا يعني شهريا أو كل أربعين يوم نقيم مهرجان ببيناتنا مهرجان شي يضمن نعم يضمن بطولة ببيناتنا يعني الأكاديمية الفرق مالتنا برعاية أحد أي شخص يترعى للمهرجان المهرجان يكلف تقريبا مليون دينار هؤلاء المهرجان يلعبون ببيناتهم والفريق اللي يحصل على المركز الأول أو الفريق اللي مثلا نشوفه مميز نسوي له لحبة خارج المدينة وأول فريق نطلع عندنا موايد 2001-2002 لعب مع المنتخب أشبال العراق وستطعنا نفوز عليه الثين واحد على المنتخب الوطني لأشبال الآن إحنا إن شاء الله بعد امتحانات الدور الثالث يعني إن شاء الله منرجع السامرة عندنا فريق التسعة وتسعين إن شاء الله يلعب مع المركز التخصصي للوزارة إن شاء الله ناخدهم البغداد أيضا لعب الين وما طلعوا عندنا أول بهذه المهرجان اللي مضاد طيب كابتن يعني هناك نقطة مهمة أنا سألتك بيها قبل شوي لكن ضعف الصوت أعتقد ما سمعتني يعني مسأل دوام الطلبة في هذه الفترة بعد انتهاء الدور الثالثة كيد هذه المدارس بدت يعني راح تشكل عائق أمام طموحاتكم هي أكيد تشكل عائق بس إحنا يعني وضعنا برنامج يعني سأحتدل أنت غالبية مدارس السامرة ثنائية الدوام أو بعضهم ثلاثية حتى فإحنا الشي اللي سوينا ركزنا على أيام الخميس والجمعة والسبت أنت دي الجمعة السبت ماكو دوام إضافة لها يعطل الصير بالأسبوع مبلغين أرقام تليفونت اللاعبين كلها موجودة عند المداربين إحنا عدنا اللاعب كل بياناته يعني حجزناها بلابتوب بوراق معدة صورهم هاي كلها عملية يعني هي متعبة كانت بس هذا الشغلة سواءناها أحد الكباطن المداربين كابتن أشرف هي أنيها في سبيل أنه اللاعب يعني وصيت الاتصال إحنا عدنا بكل السهلة فالخميس والجمعة والسبت هو يحضر أوتوماتيكيا زايدا أي يوم إجازة يعني أو عطلة بالأسبوع يحضرها يعني فمن هالناحية إن شاء الله نسيطرين تقريبا يقدر نقول طيب يعني مدرسة كروية بهذا المستوى يعني من أنه اللاعب تستقبله بس يومين أو ثلاثة يام بالأسبوع وأنت من طيق أربع تيام مثلا بدون تدريب يعني بدون تمرين لا تشوف هاي في المسألة سعد الحدي هو اللاعب يلعب باعة مدرسة يلعب منطقته أكيد من يصير عكس دوامة بس أنا المشكلة شو ننطيع هاي الفترة يعني إحنا هسا الآن من نجيب مثلا الفريق عشر اللاعبين مثلا دوامهم ظهور دولا ما راح يجوني عشر دوامهم صبح بالعكس يعني فهاي المشكلة الدوامات ولا حنو نمو دوامات مستمرين على طول يام الأسبوع ثلاثة وحدة تدريبية هيتش أعمار أعتقد كافية جدا نعم طيب يعني مثل هذه المدرسة الكروية ممكن أنه تستخدمون بها النجوم نجوم الكرة في سامراء اللي خدموا النادي ممكن رد لهذا الجميل اللي قدموه لهذا القضاء هناك أسماء لامعة قدمت الكثير الكثير لكرة سامراء فيعني من باب الاعتراف بالفضل لهؤلاء اللاعبين ممكن أنه ازجوهم لتدريب المدرسة التخصصية إحنا يا أستاذ يعني إحنا ما عدنا تاتشوي أي واحد يعني ولا عدنا باب مغلق ولا خط أحمر إحنا من أعلنناها قلنا يا المدربين تعالوا دربوا الفريق كلها المدربين اللي موجودين الآن كلهم لاعبين نادي وكلهم تقريبا يعني يعني أنا بدويا الناشيين للشباب حتى الفريق الأول يعني مرنتهم يعني كلهم بدون استثناء تقريبا لعبوا عندنا بالنادي ومن خيرة اللاعبين وأيضا نجوم يعني علي حسين نجيم ويد نجيم كينعان نجيم خالد قلع نجيم صفار نجيم كلهم نجوم دولة كانوا عبد الحميد محمد حسين كلهم كانوا نجوم بالفريق يعني لاعبين أما دا تقصد اللاعبين مثلا خلينا نقول فوال عزيز أو نهاد غازي أو مثلا عباس إبراهيم نعم محمد أيوب نعم دولة نجوم وهم ما ننكرهم بس دولة مثلا أكو بيهم معمالهم بعيدين الآن عن الرياضة يعني فوال عزيز داعم نعم نعم نهاد غازي الولد الآن انكسر تجد يعني أيضا هو مدرب معتمد بالنادي عندك بالنسبة للمحمد أيوب نبتعد عن الرياضة أكو كثير من الرياضين اللي أولا سامرة اللي لعبوا بالتسعينات نبتعدين عن الرياضة يعني في مجالات عمل ثانية في تجارة في بيهم خارج العراق أكيد يعني إحنا ما عندنا بالعكس فد اسم يعني أكيد فمن يجي أكيد يعني يخدمنا إذن كابت هنا أعتقد وقت البرنامج انتهى أنا أشكرك أنا أستعب بس يعني أشكر كل من دعمنا وخصوصا الأخ الحاجز صادق محي علوان مستشار سيد رئيس مجلس النواب اللي حقيقة وعدنا يعني إن شاء الله بالليام القادمة أنه حصلنا دعم سيد رئيس مجلس النواب لأن حاجز صادق يعني حقيقة كان داعم قوي لأنه بالفترة داعم معنا وإن شاء الله داعم ماد إن شاء الله يوفر لنا بالليام القادمة ونشكر كل من حتى لو بكلمة بسيطة أوجه لنا الشكر لأن الأكاديمية هي ملك سامرة وملك الجميع وإن شاء الله يا رب نكون يعني أنا وإخوان المدربين في المعاية كابتن زايد وكابتن مغفر وكل المدربين الباقين يكونون إن شاء الله في خدمة هذه المدينة لحقيقة سامرة تستاهل أكثر بعد نعم قناتنا عزيزة قناة سامرة يعني تحت الفرصة أنه عرفنا جمهور سامرة وجمهور العالمي أيضا باعتبار قناة فضائية نعم أنه تشوف معاناتنا بهاية المدرسة وإن شاء الله يا ربي بعدها أنه صير في شيء للأكاديمية ما معاناتكم بالعكس هيا جهود جهود مبدولة هي جهود بس إحنا أيضا تدري أنت يعني يحتاج لها دعم مريد بس توقف أكيد يا الله شكرا جزيلا شكرا لك كابتن أهلا وسهلا بك إذن أحبت المشاهدين وقت الحلقة انتهى لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكركم على حسن الاستماع نتمنى أن نلتقيكم على الإربعاء القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك